بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح نبدأ نشرح أو نبدأ في الباب الرابح اللي هو الدول رح نبدأ أول حاجة نتكلم عن الأزواج المرتبة معنى الأزواج المرتبة اللي هي الأزواج اللي في المستوى الإحداثي زي مثلاً 3 و 4 ومكن 2 و 5 أي مستوى إحداثي بقول أن المستوى الإحداثي 3 و 4 لا يساوي المستوى الإحداثي 4 و 3 طبعاً المستوى الإحداثي ما هي ما ينفع فيها الإبدال هي عملية غير إبدالية ليش؟ لأن هنا هذه X و هذه Y و هذه X و هذه Y لما نبدل هنا 3 و 4 عقلنا هنا 4 و 3 صارت قيمة X هنا مو نفسها قيمة X هنا يعني اختلفوا فعشان كده الأزواج المرتبة ما هي عملية إبدالية يعني A و B لا تساوي B و A طيب نيجي عند حاجة تانية اسمها الضرب الكارتيزي معنى الضرب الكارتيزي هو أنه راح ييجي أزواج زي كده A 2 و 5 و B سالب 2 و 0 و 3 ويقول أوجدي A في B طيب إش راح نسوي في البداية؟ راح نشوف الحرف اللي مكتوب هنا المكتوب B A عفواً مكتوب هنا في البداية A يعني راح نبدأ في مجموعة A طيب إش راح نسوي فيها؟ راح نضرب كل عنصر في A مع B ما راح نضربها راح نحطها على صورة أزواج يعني راح تكون بهذا الصورة نفتح قوس المجموعة بعدين نقول 2 وسالب 2 هنحط 2 فاصلة سالب 2 ونسكر القوس نحط فاصلة ونفتح قوس تاني ونقول 2 مع الصفر 2 و 0 ونسكر القوس ونفتح قوس تاني ونقول 2 مع الثلاثة راح يكون 2 و 3 كده نكون انتهينا من الاثنين وانتهينا من كل الأرقام اللي في مجموعة B بعد ما ننتهي من الأول رقم في A ننتقل لتاني رقم في A ونسوي نفس الطريقة نحط الخمسة مع سالب 2 وخمسة مع صفر وخمسة مع ثلاثة إذا راح نكتب خمسة مع سالب 2 بعدين هنقول خمسة و صفر خمسة و صفر بعدين راح نقول خمسة و ثلاثة خمسة و ثلاثة ونحط قوس المجموعة الكبير كده نكون كتبناها على الصورة A في B كده نكون أوجدنا الجواب A في B وبدأنا في A وحطيناها مع كل عنصر في ال B طيب لو قال أوجدي B في A هنشوف هنا أول حرف إيش عنا ال B يعني راح نبدأ في مجموعة ال B إيش راح نحط هنقول سالب 2 و 2 على حسب الحرف اللي يحطه في البداية هنبدأ هنقول سالب 2 و 2 بدأنا هنا بمين بال B طيب سالب 2 و 2 بعدين سالب 2 و 5 سالب 2 و 5 انتهينا من سالب 2 لنتقل لتاني رقم اللي هو الصفر صفر مع 2 و صفر مع 5 هنقول صفر مع 2 بعدين بعدين فاصل صفر مع 5 بعدين كده انتهينا من الصفر ننتقل عند رقم الثالث في مجموعة ال B اللي هو الثلاثة هنقول 3 مع 2 و 3 مع 5 هذا هو حاصل الضرب الكارتيزي كده نكون انتهينا من حاصل الضرب الكارتيزي و عرفنا انه نتطلع على اول حرف حنا و نبدأ فيه و نحطه مع كل رقم من المجموعة التانية طيب في حاجة مهمة انه رتبة A هي تساوي رتبة B يعني عدد عناصر المجموعة A تساوي عدد عناصر المجموعة B ايش يعني هذا الكلام يعني لما ضربنا A في B كم عدد العناصر اللي متكون عندنا كم عدد المجموعات هنا 1 2 3 4 5 6 لما ضربنا A في B 6 مجموعات طيب لما ضربنا B في A كم كانوا 1 2 2 3 4 5 6 نفس الحاجة 6 هنا رح يعطينا حاجة مهمة أو نقطة مهمة انه A في B هذا الخط اللي حطا اللي هي الرتبة والرتبة أخدناها في الفصل الأول اللي هي عدد العناصر رتبة A في B عدد عناصر A في B مساوية لعدد عناصر B في A إذن هذه نقطة مهمة ولازم تجف الفرق بين هذه وهذه هنا لهم مو متساويين مع بعض لأنه زوج احتافي أما هنا متساويين لأنه ضرب كارتيزي عدد العناصر متساوية كده ننتقل من حاصر الضرب الكارتيزي إلى الدالة طيب في حاجة لازم نعرفها أنه أن الـ X الـ X اسمه مجال والـ Y اسمه مدى أو مجال مقابل مثلاً هذه المجموعة اللي عنا هنا X وهنا Y عرفنا أن أول رقم X وتاني رقم Y يعني بما أنه يعني رح يكون أول رقم مجال وتاني رقم مدى أول رقم مجال وتاني رقم مدى وهنا مجال وهذا مدى وهنا مجال وهذا مدى وهنا مجال وهذا مدى إش راح نسوي؟ راح نحط الإكسات كلها مع بعض في مربع عشان يسهل علينا الحل راح أحلها على صورة مربع إش راح أحط؟ راح أحط الإكسات كلها مع بعض في نفس هذا المربع يعني راح أحط المجال كله اللي هي واحد وتمانية واحد وتمانية وعشرة واثناش واربعطاش كده حطينا الإكس كلها مع بعض والإكس قلنا معناها مجال وراح نحط المدى اللي هي الواي كلها كمان في مربع في الجهة المقابلة اللي هي اتنين وخمستعش وواحد وعشرين اتنين وخمستعش وواحد وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين وإش راح نسوي؟ راح نوصل كل واحدة مع اللي معاها هنا الواحد مين معا؟ اتنين راح أحط واحد مع اتنين التمانية مع خمستاش العشرة مع واحد وعشرين على حسب اللي هنا اللي عنا الاثناش مع سبعة وعشرين والارباطاش مع ثمانية وعشرين هنا السؤال راح يقول أثبتي هل هي دالة ولا لا؟ عشان نعرف إذا هي دالة ولا لا لازم يخرج من المجال اللي هي من هذه الجهة من الإكس لازم يخرج من كل عنصر من كل رقم منه سهم واحد فقط لازم يخرج من كل عنصر سهم واحد فقط المجال مقابل أو المدى ما يهم كم عدد الأسهم اللي راح يوصل لكل عنصر المهم لأنه من هنا يخرج من كل رقم سهم واحد إذا خرج من كل رقم سهم واحد حتكون تمثل دالة طيب نشوف مثال هادي هنا خرج من الواحد سهم ومن الاثنين خرج سهم ومن الثلاثة سهم إذن هذه تمثل دالة لأنه من كل عنصر في المجال خرج سهم واحد هنا ما يهم كم سهم راح يوصل مثلا هنا السي وصل سهمين ما يهم إذا وصل سهمين أو حتى ما وصل المهم إحنا لنا في المجال اللي هو فيه الإكس عشان نعرف إذا هي دالة ولا إذن من شروط الدالة إنه يخرج من كل عنصر في المجال سهم واحد فقط ولازم يخرج يجب أن يخرج من كل عنصر سهم واحد نشوف الأمثلة اللي عنا واحد واثنين وثلاثة وآو سي بما إنه من هنا يخرج يعني هادي الإكس وهذا الواي راح نشوف من الإكس كل عنصر هل يخرج منه سهم ولا لا الواحد طلع منه سهم الاثنين طلع منه سهم الثلاثة ما في سهم إذن على طول لا تمثل دالة هنا واحد واثنين وثلاثة هذا اللي يخرج منه يعني هذا إكس وهذا الواي هنا الواحد خرج منه سهم الاثنين سهم والثلاثة سهم على طول تمثل هنا الواحد خرج منه سهم الاثنين خرج منه سهمين والثلاثة خرج منه سهم على طول بما أنه في رقم طلع منه سهمين إذن لا تمثل دالة إذن عشان تمثل دالة لازم يخرج من المجال عنصر واحد فقط لازم يخرج من كل عنصر في المجال سهم واحد فقط طبعا هي حتجيكم يا إما بصورة زي كده أو بصورة رسمة إذا جاتكم زي كده أنتوا أرسموها بس إيش؟ لو مثلا عندنا هنا تكرر رقم واحد هنا بدل العشرة كان واحد ما ترجعوا تكتبوا واحد مرة تانية خلاص هي عندنا فوق ما نجع نكتبها مرة تانية إذن الأرقام المكررة مثلا إذا في المجال تكرر رقمين ما رح نرجع نكتبه مرة تانية خلاص إذا هو عندنا خلاص ما يحتاج نكتبه ونفس الحاجة في المدى المدى إذا تكرر رقمين ما نرجع نكتبه مرة تانية تمام؟ كده نكون انتهينا من المجال والمدى أتوقع أنه باقي جزئية بسيطة رح أشرحها في الفيديو السابق الجاية وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أكيد تقدر تسألوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته